المارد الأبيض يتحرك بعد أن كان عالقاً لأكثر من ثلاثين عاماً إنه A23A أكبر جبل جليدي في العالم قطعة واحدة بمساحة نحو أربعة آلاف كيلو متر مربع أي أكبر بمرتين من لندن الكبرى أما سمكها فيبلغ نحو أربعمائة متر أي أطول من مبنى إمباير ستيت دون الهوائي عام 1986 انفصل هذا العملاق الجليدي عن الجرف الجليدي فلشنر في القطب الجنوبي وظل عالقاً من أسفله في قاع المحيط حتى رصدت أولى تحركاته عام 2020 بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه ولا يزال يشد الخطى وإذا وصل إلى منطقة تسمى جورجيا الجنوبية فقد يسبب مشاكل لملايين الفقمات والبطاريق والطيور البحرية الأخرى إذ سيعطر مسارات البحث الطبيعية للحيوانات هناك ما يمنعها من اطعام صغارها بشكل صحيح لكن من ناحية أخرى قد تمنح الجبال الجليدية الحية فعندما تذوب تطلق الغبار المعدني الذي اختلط مع جليدها بفعل جرافها على طول القاع الصخري يعد هذا الغبار مصدراً للعناصر الغذائية للكائنات الحية التي تشكل قاعدة السلسلة الغذائية في المحيطات ترجمة نانسي قنقر